بمناسبة برضو الاهلي النهاردة ظهر النادي الاهلي في الجزيرة وفد من لليجا الاسبانية ربطة الاندية الاسبانية ووفد نادي سلتافيجو الاسباني لتعميق العلاقات مع النادي وتعزيز أواصل التعاون الوفد كان فيه رؤول أستالية مدير مكتب لليجا في مصر وكارلوس سلفادور مدير التسويق والرعاية في نادي سلتافيجو ده تبعك انت وماركو روتشا مدير الإعلام والتواصل بالنادي الاسباني ده تبعك انت كان باستبال الضيوف في الجزيرة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة والعميد خالد مرسي مدير المقر خلال الزيارة اللي تفقدوا فيها مرافق النادي وإمكاناته ودولاب البطولات والملعب وقطاعه الكرة وابد الوفد إعجابه الشديد بالبنية التحتية والإمكانات في النادي شدت سلفادور على أن نادي سلتافيجو يرغب في تعزيز تواجده في قارة إفريقيا من بوابة النادي الأهلي مشيرا إلى أن ما شاهده من منشآت وملاعب وبين تحتية يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها نادي القارن في أفريقيا وفي ختام الزيارة المهندس محمد سراج أهداهم درع النادي وفنلته يا جمالك يا أهلي ما من إحنا صلنا أنك تحقول لك ما من شهر ده ما من أسبوع إلى ما يجيلك وفد رفيع على مستوى رفيع بحدث علامي يكون عندك لكن أنا لفت نظري كنت أرجو أن يكون لفت نظرك أنت كمان تشكيلة الوفد اللي جاء أيها إعلام وتسويق واتصال خارجي لا كمان ضيب قدي عليه ضم الوفد كل من أو الواحد من رؤول أستاليا مدير مكتب لليجة في مصر تخيل لليجة الأسباني له مكتب في مصر يا جماعة ياللي أنتو مستهونين بالتسويق والامتشار بقيمة كرة القدم المصرية هو لليجة يبقى له مكتب في مصر إلا إذا كانت شايف حجم السوق حجم السوق المصري وما يمكن أن يضيف وتسويق الدور الأسبان طب الراجل ده ما تجري بقى على مستوى المتخابات تتكلمه معه مستوى الأندية تتواصله معه أنا متأكد أنه يمكن كنادي قالي نخرج بفوائد من هذه الزيارة أنه عبان ما يا رب اللليجة المصرية له مكتب في موزنبيق دي رابطة الدور الأسباني يا جماعة اللي هي كانت أعلنت من خلال الجامعة اللي بتملكها الجامعة العلمية أنه تدريس مادة النادي الأهلي نموذج للنجاح في الشرق الأوسط ضمن المواد العلمية في أكاديمية شبابنا النموذج المصرفة أستاذ برايين يعني ما تشوف محمد صراج ماشاء الله طب هي دي جات إزاي لدرياته من الراجل ده عاد مجلس الدره هين صحيح فبدأوا طب مين النادي الأهلي خادوا الصورة الطيبة عن النادي الأهلي أصبح النادي الأهلي لما يبحثوه لا ده النادي أكبر مما سامعوا مما كانوا يتوقعوا فييجوا على طول يتواصلوا الشباب الأهلي رائع وجميل ومستقبله حلو ومستقبل الأهلي معبد لله صراج مضيئ صراج كل شباب نوو الجرح والضماطي ومين مش عايزة نسعى ومهند وحتى الكبار يعني نمازج في النادي الأهلي كل واحد لوحده يشيل مؤسس ها يشيل يشيل قوي ما شاء الله ها طيب